اننا جوه الاهلي فعلى جانب اخر انتوني مودست بينما كان امام عشور سببا في اسعاد الجمهور في بداية رحلته فانتوني مودست كان سببا في قلق الجمهور من بدايته مع القلعة الحمراء اللاعب اللي بدأ اساسيا في رقاء المصري البورسعيدي وبدأ اساسيا في رقاء امبي في الكأس وسجل بدأ اساسيا بالامس في رقاء الاسماعيلي ولم يسجل ولم يصنع قبل ان يخرج مستبدلا باللاعب الشاب محمد زعلوك المستوى اللي قدمه مودست حتى الان بدأ واضحا بالنسبة لكولر اللي كان قرر انه يدفع به لمنحه مزيدا من الوقت لاستجابة والتفاعل مع الفريق الاول خلى المدير الفني كولر يحط له برنامج بدني جديد لتأهيله في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي فترة التوقف انتوني مودست تباين جدا انه اللاعب غايب عن اللياقة البدنية غايب عن حساسية المباريات وده مأثر على مستوى تحركاته ومأثر على مستوى قراراته جوه ارض الملعب وبالتالي الراجل السويسري عارف كويس جدا اهمية ان يكون اللاعب جاهزا في الايام المقبلة علشان يفيد الاهلي في اللقاءات اللي ما بعد التوقف اللي هي تكون ضغطها اشد كمان من الضغط اللي بدأ به الفرق المختلفة موسمها فهو بكل تأكيد محتاجه يصنع الفارق بكل تأكيد انضمام مودست جاي لصنع الفارق مش مجرد اضافة في قوائم الفريق يعني رضا سليم باين ان البدايات بتدي فارق امام عشور نفس القصة ففكرة المهاجم دي تحديدا الغرض الاساسي من الاضافة اللي تمت هي انه المستويات اللي الاهلي بيرعب فيها على مستوى خارجي وتحديدا كأس العالم للاندية تجد من يضيف للاهلي من الناحية الفنية فيها وعلى ذكر قائمة الاهلي فالاهلي بيدرس حاليا ان مدافع الفريق المعار الى فريق سموحة محمد المغربي نجم منتخبنا الوطني الاولمبي يرجع وتقطع اعارته في منتصف هذا الموسم ليدعم دفاعات الفريق الاحمر ليه